أعلن باحثون من جامعة كوريا الجنوبية ظهور سلالة جديدة من إنفلونزا الكلاب ناتجة عن تفاعل ثلاثة فيروسات هي إنفلونزا الخنازير والطيور والكلاب التقليدية قد حذر العلماء من أن النوع الجديد من هذه الإنفلونزا يشكل خطرا على حياة الإنسان وقد يكون أخطر الأوبئة التي واجهها البشر إنفلونزا الكلاب سلالة جديدة من مرض الإنفلونزا أعلن باحثون في جامعة كوريا الجنوبية احتمال ظهوره حتى هنا يبدو الإعلان مزعجا لكنه أصبح مقلقا عندما أكد الباحثون أن الإنفلونزا قد تكون مميتة للإنسان وحسب من قال العلماء فإن النسخة الجديدة من إنفلونزا الكلاب قد تكون ناجمة عن تفاعل ثلاثة فيروسات هي إنفلونزا الخنازير وإنفلونزا الطيور وإنفلونزا الكلاب التقليدية كما أنها قد تشكل خطرا قاتلا وستنتشر بسرعة هائلة بل إنها قد تصبح أحد أخطر الأوبئة التي واجهت البشر التحذيرات من فلونزا الكلاب أطلقها الباحثون بعد تجارب استمرت لعشر سنوات أفضت نتائجها إلى تساؤلات عن تأثر الإنسان بأمراض تصيب الحيوانات عبر دائرة مرضية واحدة وينضم للقائمة مرض جنون البقر حيث تحاول الأبحاث المستمرة تقديم إجابات علمية واضحة لهذه الأسئلة وإذا انتقلت دائرة السؤال إلى الكويت فإن الوضع وتحديدا حول الإنفلونزا الجديدة خاصة مع انتشار ظاهرة الكلاب الضالة يثير المخاوف من أن تتشكل في الكويت أكبر حاضنة لإنفلونزا الكلاب ترجمة نانسي قنقر